ولسا مكمليين مع حضرتكم في تغطية خاصة جداً وحلقات خاصة جداً من يحكى أن من داخل معرض القاهرة الدولي يلاقي الكتاب في دورته الأربعة وخمسين وحقيقي واحد من أهم الأحداث الثقافية وأهم أحداث عربية بتحصل على المستوى الثقافي في مصر وفي الوطن العربي كله خلييني أرحب بضيفي اللي معانا النهاردة وهو طبعاً الكاتب محمد الفئي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب أهلاً بحضرتك أستاذ محمد أهلاً بحضرتك وأهلاً بسادة المشاهدين كل سنة وكل معرض وانتوا بخير يا رب وحضرتك بخير وكل سنة وانتوا طيبين وكل سنة وانتوا نكحين وكل سنة وانتوا محققين نجاحات زي الحقيقة النجاحات الغير مسبوقة اللي احنا شايفينها من إقبال من اهتمام من تنظيم من جمهور وقراء الحقيقة يعني حرسين جداً على أن هم يكونوا موجودين في هذا الاحتفال الثقافي الكبير اللي بيتعمل فعلاً هو الناجح الأول في هذه الدورة هو الجمهور فعلاً يعني لأن الجمهور أبهرنا كعادته كعادة جمهور معرض قهيرات دول الكتاب بالإقبال الكسيف جداً اللي يعني بينسينا التعب إحنا بنبقى شغالين شهور وشهور يعني عشان نجاهز للدورة فالجمهور حصل إقبال من الجمهور مبهر يعني يليق بمعرض زي معرض قهيرات دول الكتاب ويليق باسم مصر الحدث الأعظم والأكبر ثقافياً على مستوى المنطقة بالكامل تاني أكبر معرض على مستوى العالم على فكرة بالإضافة إلى أنه هو المعرض الأكبر عدد زوار على مستوى العالم أكبر من فرانكفورت أكبر من فرانكفورت أكبر من معرض بكين أكبر من أكبر عدد زوار لمعرض كتاب في العالم هو معرض قهيرات دول الكتاب ودي على مسؤوليتنا جميل جميل خلينا نتكلم كمان عن التنوع الغير مسبوك اللي موجود في المعرض الحقيقة السنة دي وإحنا شفنا جمهور يعني جميع الأعمار جميع الجنسيات اللي موجودة في مصر ده غير طبعاً الجمهور المصري الجميل فخلينا نتكلمش عن التنوع ده وقد إيه عدد الدول المشاركة كل ما بتكتر وكل ما بتكون أكتر كل ما كمان التنوع بيكون أكتر طبعاً السنة دي فيه مشاركة 53 دولة ما بين عربية وأجنبية ده طبعاً على فكرة ده من أهم ومن أكتر المشاركات الدولية على مستوى دورات المعرض على فكرة ده بيضيف وبيساعد فيه تنشيط السياحة طبعاً لأن 53 دولة مشاركة بالوفود اللي بيقبلوا على المعرض ده بالإضافة إلى ضيوف المعرض اللي جايين غير الوفود الرسمية فيه ضيوف بيجوا للمعرض سنوياً من كل الدول وأغلبها الدول العربية طبعاً بالإضافة إلى المقيمين اللي في مصر ففيه تنوع يعني من كل الجنسيات بالإضافة إلى تنوع شرائح العمرية اللي بيخشوا المعرض من الأطفال والشباب والكبار طبعاً الأطفال مخصص ليهم جناح كامل صالة كاملة صالة خمسة فيها أجنحة لبيع الكتاب الطفل مضاف إليها طبعاً الفعاليات من ورش حكي وورش رسم وندوات تفاعلية ما بين الأطفال وما بين الكتاب كتاب أدب الطفل بنستضيف كاتب من كتاب أدب الطفل وبيفتح حوار بيحكي قصة للأطفال وبيفتح حوار معهم حول القصة ومحتواها وده بيجدوا سعادة بلغة لدى الأطفال أعتقد أن الخدمات التسويقية السنة دي في المعرض كمان كان لها مكانة كبيرة جداً جداً تسهيلاً على القارئ وتسهيلاً على الجمهور وتسهيلاً على كل الشعب اللي حابب أنه هو يكون موجود في هذا الاحتفال الثقافي الكبير أبرز الخدمات التسويقية اللي قدمتوها في الدورة الـ 54 طبعاً احنا فيه مبادرات يعني المبادرات اللي هي اللي أطلقت دي دي يعني لو قلنا بس الإحصائيات لسه شغالة أعداد الكتب اللي بتتباع من خلال المبادرات دي كتير جداً بالإضافة إلى أن فيه أيضاً المشروع بتاع أنا متطوع مشروع أنا متطوع اللي هم الشباب المتطوعين للتسهيل على الجمهور أنه يوصل لأي جناح عايزه دول موجودين بأعداد وشباب جامعيين أغلبهم كلهم جامعيين جميل شباب زي الورد يعني من أولادنا بيوصلوا أي حد بيسأل على أي حاجة بيسهلوا له الوصول إلى الجناح اللي هو عايزه أو الكتاب اللي هو عايزه أياً كان فدي بتساعد فعلاً تسوقين طبعاً الحياة أنه التسهيلات اللي موجودة كمان لذيذة وجميلة ونكحة وفيها قدر كبير جداً كمان من الإنسانيات خلينا نقول أنه اللمحة الإنسانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب حقيقي يعني واضحة بشكل كبير جداً خلينا نتكلم أخيراً عن التطور التكنولوجي وإزاي ده بيساعد الكتاب الورقي يعني إزاي قدرتوا توظفوا التطور التكنولوجي بدل ما بيكون فيه صراع ما بين التكنولوجيا والكتاب الورقي إزاي قدرتوا أن يكون توظفوا ده لخدمة الكتاب الورقي إحنا عملنا ده من خلال مثلاً يعني فيه منصة المنصة المعرض الفتراضي للمعرض القاهرة الدولي الكتاب من خلال المنصة الإلكترونية حضرتك بتدخلي المنصة وفيه معرض افتراضي بتقلبي في الستنداد بتشوفي وده بيبقى من خلال فيه ندارة بالVR ومن خلال تقنية الميتافيرس وتقلبي تقدري تشوفي بتقلبي الصفحة صفحة وتشوفي وتقري الكتاب نفسه عجبك بتشتريه أو كده سواء حتى الPDF حتى لو عايزة تنزلي PDF بينزل PDF أو عايزة تشتريه من خلال المنصة اللي قلناها سابقا كل دوات تسهيلا على أو برضو مجارة للتقنيات الحديثة طبعا أكيد أكيد أنا مش هتقول على حضرتك أكتر من كده وألف ألف مبروك على النجاح الغير مسبوك من أول بداية المعرض والحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي ولسه مكملين معاكم إن شاء الله لنهاية المعرض وبنبرك لكم على هذا النجاح الكبير جدا الله يبارك في حضرتك وفي الجمهور والتهنئة الحقيقية للجمهور المعرض القيارة الدولي للكتاب اللي دايما بيسعدنا وإحنا بنقدم له الخدمة مرسي يا فاند اللي دايما لديه هذاнал فاصل لأسهل من هناك